معاكم جزء سديد من ديسكوفر كندا هذا الجزء ممتع مسلي فيه معلومات كثير مهمة اللي هو السيمبلز تبعون كندا والشعارات والإعلام رح تنبسطوا فيه وإن شاء الله رح تجدون ممتع في شوية التبريق خفيف كثير ويلا معنا طيب اليوم نحكي عن الكنيدين سيمبلز نفتح على صفحة 38 أيوه هون هاي وصلنا طبعا أول إشي بنا نحكي عن الرموز الكندية الكنيدين كراون طبعا هذا الكراون اللي هي الصورة الأولى زي ما انتم شايفينها جنب العالم هي سيمبل أوف دا ستيتس إن كندا قبل أربعمائة سنة تقريبا أربعمائة سنة بيستخدموا هذا الكراون لأنه هذا ربرزنت الكوين الكوين إليزابيس الثانية اللي هي ملكة بريطانيا الحالية وملكة كندا احتفلت ببدأ أو جلست على العرش في 1952 هذا التاريخ مهم احتفلت بالجولدن جوبلي اللي هو العصر الذهبي تباعها في سنة 2002 والدايموند الدايموند جوبلي في 2012 طيب الاشي الثاني اللي هو فلاقه في كندا نعرف ثلاث شغلات على فلاقه في كندا الكندين فلاقه الكندين فلاقه هذا اللي احنا شايفينه هو بدأ فعليا في 1965 1965 عبارة عن متابعة وهذا بناء على الاعلاقه والكنديين الفرنسيين والانجليز ربريزنت لهم قبل هي كنا نستخدم هذا الفلاق وهذا الفلاق استخدمه لمية سنة ويتضمن داخله شيء اسمه يونيون جاك وهو هذا علم بريطانيا الفعلي بدي تنتبهوا كان العلم السابق الريد انسينج اللي كان فيه كتير شعارات مهمة الآن نطلع للشعار الثالث اللي هي وورقة القيقب استخدموها الفرنسيين الكنديين في 1700 وضلت موجودة وفعلا من شهرات وصارت احد اهم الرموز الفلور دي او اللي لي فلاوار او زهرة الزنبق استخدموها الفرنسيين وهي شعار للفرنش كينج من 496 وهذي سيمبل لكل الفرنسيين استخدموها العلاف الستنين وكانت موجودة في الريد انسينج العلم اللي حكينا عنه هلا في 1948 كيبيك قررت هنا تستخدم الاربع فلوردلي في العلم اللي موجود في كيبيك وهذا موجود لحد هلا الآن الكودارم كودارم هذا شعار لكندا وفي موتو يستخدموه طبعا هذا الموتو اللي هو اماري او اسكو دا اد ماري اللي هو فرام سي تو سي من البحر للبحر والكودارم زي ما شفته كان في عالمين فرنسا و كندا او انجلند وهذا يمثل الناس اللي موجودين الآن الصفحة اللي بعدها بتحكي عن البرلمان البرلمان نفسه قررت بني بنيكا فيكتوريا انتهى بناءه في 1860 يعني قبل الفيدرالية بكم سنة والسنترال بلوك اللي انتو شايفينه هذا دمج من الفاير في 1916 اللي في الوسط وعادوا بناءه في 1922 بعدين بنوا البيس تاور في 1927 التاور اللي موجود بالنص هذا وهذا الميموري للفيرس وورد وور والسولجرز اللي ماتوا غادوا فيه كتاب اسمه بوك اوف ريميمبرس جوه البرلمان الان الرياضة فيه كتير عدة رياضات مشهورة الهوكي اشهرها اللعبات الشتوية المشهورة واخترعوها الكنديين اصلا في الالف وثمانميز وفيه عنا ستالي كوب اللي هو مشهور للهوكي من الجوهر جنرال بدأ في 1892 وفيه كلارسون كوب للهوكي تبع النساء اعطته الجوهر جنرال اندريان كلارسون اللي كانت اول السيوية بتصير جوهر جنرال لعبة ثانية الاكتر شهرة اللي هي كنيديان فوتبول تشبه الامريكان فوتبول بعدين فيه لعبة الكارلينج ومشهورين كتير فيها الكنديين وبعدين فيه لعبة اللاكروس ولاكروس هي اللعبة الاوفيشال سامر سبورت في كندا وطبعا هي مشهورة لانه الابوروجينال هم اللي اكتشفوها طبعا السوكر او كرة القدم اللي بنلعبها دائما هي اكتر عدد مسجلين في كندا لهذه الرياضات هذا البيفرد هذا حيوان شهر في كندا لانه صار فيه تجارة الفير تبعه والجل تبعه وهدسن باي شركة هي اك اول شركة استخدمت البيفرد للتجارة وطبعا كان الفرنش استخدموه كسيمبل الهم الفرنش كينيديان باترتك اسيوشن وموجود على الفايف سند فهذا حيوان مشهور في كندا وعالكود دار ومدينة مونتريال وطورنطو بيستخدموه برضه الان كينيديان اوفيشال لانجوجز احنا كنا انو الانجليش والفرنش هم الانجليفون بسموهم اللي بيحكوا انجليزي والفرنكفون اللي بيحكوا فرنسي اذا بتتقدم للاختبار لازم تكون تعرف واحد من هذو اللغتين وحنا حكينا انو الوفيشال لانجووج اكت اللي صار في سنة 1969 هو اللي احترم هذو اللغتين اللي هو في انو تنتين ايكول عند البرلمان وانو اي مينورتي بقدروا يدرسوا لغتهم والجورمينت لازم برموت انجليش عن الفرنش طب الصفحة اللي بعدها بتحكي على الناشنال انتم كانت تعرف انو اسمو او كندا وبدأ في 1980 اوفيشالي زي السلام القومي الكندي طبعا الكيباك كانوا يستخدموه في 1880 يعني قبل 100 سنة لكن كندا استخدمته في 1980 مش لازم تحفظه بس لازم تقرأه قراءه وتنتبه اللي تحته هذا الريال انثن هذا الريال السلام الكوين هذا استخدموه لما تيجي الكوين ومش مهم كثير يعني انك تقرأه الآن في الوردرز اوف كندا او اللي هي جوائز كندية تقد تعطي تقدير للمواطنين اوردر اوف كندا كان وضع في 1967 ستين على المئة سنة لتأسيس كندا وفي هون زي ما احنا شايفين صورة جاز بيانست تبع جاز بيسوي جاز اسمه أوسكار بيترسون اخذ جائزة اوردر اوف كندا 1973 اوكي هلا هذه الصفحة مهمة كتير اسمها فيكتوريا كروست فيكتوريا كروست هدا التعطيل ملكي وهدا هايست اونر افيلابل تو كينيدينز اعلى واحد لحد الان اخدوه 96 طبعا اخدوه اكتر بس هدا عشان الكتاب بيحكي من بداية 1854 انكلود هدول اهم ناس اخدوه هنحكي ليش اول واحد هو عبارة عن كان بالبريتش ارمي اخدوه في 1854 على الحرب اللي اخدها في الكريمينيا وور وكان اول كيندي بوخد هذا الثاني ابل سيمان ويليام هول من نوفا سكوشيا اخدوه لانه حرب في الحرب بالانديان رابل وكان اول كيندي بوخد هذا اول كيندي اسود بعدين عنا فليب كونويل هذا مولود في اوكرانيا وفي 1917 اخدو على الحرب الخوضو على الحرب وكان اول كيندي مش مولود في البريتش كولوني ياخدو هذا فيكتوريا كروس بعدين عنا بيلي بيشب معلش انا متأخر شوي هون هو اول واحد برضو اخدو من المارشلز بعدين عنا بول تريكوي من كيبك اخدو وكان السكند وورد وورد الف وتسعمية وثلاثة واربين واخر واحد روبارت هامبتون غري هذا اجاني سؤال انا بورن في البي سي وهو كان ومش هو اخر واحد فعليا لكن هذا حسب الكتاب انه في بعدي ناس اخدو نيويورك هدول الهوليديز الموجودة في كندا اهم منهم فيمي دايز حكينا فيكتوريا داي من داي بروسيدنجز ماي اللي هو بعد التوني فيفث فت ناشنال تبع كيبك 24 جون وكندا داي جولاي 1 وليبر داي فرست من داي سبتمبر بخلف عن تبع امريكا بخلف عن تبع امريكا طبعا ورميبرانز داي احنا حكينا عنه قبل هيك في بحاشية الصفحة تلقى ثمانية وتلاتين السنو بيردز اللي هم الكنيديان معروفين اسمهم سنو بيردز هم عبارة عن جزء من سلاح الطيران الكندي بعمل عروض والكنديين بفتخروا فيهم كتير فهو احد السيمبلز تبع كندا ونسيت احكي عنه قبل هيك بس عشي حبيت اضيفه وموجود في الحاشية فهو سنو بيردز هدي كلمة مشهورة ومعروفة ولازم تعرفوها ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة